إلى مدينة بني ملال محمد الريشي محمد الريشي كيف هو الإقبال لديك في بني ملال أنت ذكرت أن هناك موجة حرارة هناك حرارة مرتفعة كيف هو الإقبال في هذه الظروف نعم محمد أهلا ومرحبا بك ومرحبا بمشاهدين الكرام مجددا إذن دائما نتواجد بجهة بني ملال خنيفرة أرقام المشاركة المواطنين في هذه الاستحقاقات في ارتفاع متواصل بطبيعة الحال لكن هناك لقطات تتلج القلب فيما يخص بعض الأسر التي تأتي الأب والزوجة والأبناء كشباب يأتون إلى مقر التصويت من أجل الإدلاء بأصوتهم وأكدت لأحد الأسر أن الاختيارات مختلفة فيما بينهم رغم أنهم ينتمون إلى أسرة واحدة هذا في الواقع مثير للإعجاب هذا الحسة المواطنات الراسخ لدى هذه الأسر التي تفضل أن تؤدي هذا الطقس الديمقراطي هذا السلوك المواطنات الديمقراطي بشكل جماعي وأن تحترم لنقل الإختلاف داخل هذه الأسر هل انتعش الإقبال لديك في المكتب الذي توجد فيه لا أدري إذا كنت قد غيرت المكتب منذ البداية أم ليس بعد نعم ما زلت في نفس المركز التصويت بمدينة بني ملل لكن الملاحظ هو ارتفاع في أرقام المصوتين بشكل تدريجي بطبيعة الحال هنا بجهة بني ملل خنفرة كما سبق لي أن أعطيت بعض المعلومات حول إقليم بني ملل يمكنني أن أذلي ببعض المعلومات الأخرى عن بقي أقليم جهة بني ملل خنفرة الحديث عن إقليم خنفرة وعن أرقام مهمة بالإقليم عن عدد المسجلين الذي بلغ 130344 مواطنة ومواطن عدد المرشحين بالنسبة للانتخابات البرلمانية 16 لائحة والمحلية 1990 مترشحة ومترشح وكذلك بالنسبة للانتخابات الجهوية 15 لائحة بالنسبة للمقاعد المتنافس عليها على مستوى إقليم خنفرة بالنسبة للبرلمان 3 مقاعد والجهة 8 مقاعد 3 منها خصصة للنساء وبالنسبة للانتخابات والاستحقاقات الجماعية 465 مقعدا منها 117 مخصصة للنساء انتظارات كبيرة لساكنة هذه الجهة هذه الجهة التي تتميز بطابعها القراوي خاصة الحديث عن إقليم خنفرة هذا الإقليم الذي لدى ساكنة انتظارات كبيرة من طرف الأسماء التي أو الأحزاب التي سيتم التصويت عليها لما تتميز به هذه المنطقة من تضاريس وعراء وما يمر من ظروف خلال تساقط الثلوج شكرا جزيلا لك زميل محمد الريشي حدثتنا من بني ملال وأنت أيضا تشير إلى هذا الانتعاش في الإقبال على مكاتب التصويت والإدلاء بالصوت